طيب فيه هبوط فيه محور 26 يوليو متسبب فيه أزمة مرورية بكبري 6 أكتوبر و 15 مايو معي سيادة الرائد حسام صلاح مشرف عمليات مرور القاهرة سيادة الرائد مساء الخير ايه الوضع بالزبط؟ مساء الخيري فانم اهلا وسلام بحمولك السيادة الميس طبعا هو كان حصل هبوط أرضي حوالي ساعة 6 جامع اختار من مقفة عملات مرور القاهرة من قبل إدارة العامة للمرور تحديدا محور 26 يوليو أمام قيادة العبارة العامة للمرور وكانت بلاغ عبارة عن كسر مسؤولة مياه أمام القيادة نتج عنه هبوط أرضي حوالي متر ونصف متر ونصف بعمق نصف متر كان ليه تأثير بطء الحركة أثر على أحارتين من الطريق دي منطقة دي منطقة ضيائقة ومنطقة أرض اللون في القادة من خدمات أعلى مريم أثر على قادة من منطقة وصلة مين بالتالي أثر على الأحجام المرورية في مغطرة الظروة القادمة من أعلى أكتوبر كان فيه توجيه من أستاذ مساعد أول وزير مدير أم القيادة بتخفيف الأحمال المتواجدة على قبل أكتوبر بالتحويل للمساطحات طب يعني الزحمة فين بقى ونقول للناس إيه يا سيادة الرائد نعم وحاليا على الطبيعة فيه انخفاض في الأحجام المرورية فيه انخفاض في الأحجام المرورية متواجدة ما نقدرش نقول إننا ننصح بأي تحولات مرية للتزام بالحرم مرية ولكن الأبوط الأرضي ما زال قائم وهيستغرق الإصلاح متوقع حتى الصباح لو استغرق ما بعد فتل الصباح لأن ده أمر طاري اللي يابد من إصلاحه لأنه محور 26 يولي ومحور عاولي فبيتم تكليف الأجهزة التنفيذية سيد رئيس حي العجوزة متواجد ميدانيا سيد واحد مرور الإدارة العامة لمرور مركزي متواجد صحبته الخدمات بالوسائل المساعدة وتم فتح حرطين من الطريق ده الطريق اللي رايح ولا اللي راجع يا سيادة الرائد المتاجع المتاجع ما فيش أي مشكلة في اللي راجع متاجع منين لفين عشان نفاهم الناس القادم من ميدان لبنان هو متاجع اتجاه خدمات طريق مصر اسكندرية أما بالنزل القادم من طريق مصر اسكندرية ما فيش أي مشكلة اتجاه خدمات مطالع مايو اتجاه مناطق قائرة فيه استعاد كامل احنا بنأكد أن فترة الزروة الصباحية لو لم يتم الإغلاق بالنسبة للغوط الأرضي وإصلاح كسر مسؤولة المياه بالليستبدال ده هيشكل كسافة وأحجام مرية غير عادية على كبر اكتوب ننصح المواطنين بالالتزام بمحور الديل بالنسبة للمتاجة لمدينة الانتاج الإعلامي أو المتاج لطريق مصر اسكندرية هيكون أفضل حالا من الاستمرار في فترة الكسافة وفترة الزروة على أعلى المريض وكذلك بالنسبة للمتاجة لمناطق الجيزة يفضل استخدام كبر اكتوبر من مسطحات الأرضية محور رمسيس هيكون أفضل حالا عن الإبداعات لتخفيف الأحمال طبعا فيه إخفاق في محور 26 يوليو أن يستوعب الأحجام المرية القادمة من أعلى اكتوبر الإخفاق ده نتيجة الهبوط الأرضي وطبعا كل الأجهزة التنفيذية دلوقتي فصدد حل المشكلة على الطبيعة لأن ليه تأثير على محور الجيزة في قادم الميدان لبنان وكذلك قادم الكبر اكتوبة كمحور وشريان رئيسي للعاصمة أشكرك كسية الرائد حسام صلاح مش في عمليات مرور القاهرة إذن هبوط أرضي فيه عند محور 26 يوليو وده في الاتجاه اللي هو من ميدان لبنان إلى 6 أكتوبر وبالتالي أو إلى مصر اسكندرية الصحراوي ومنطقة 6 أكتوبر وبالتالي ده في هذا الاتجاه الاتجاه التاني ماشي تمام ما فيهوش أي مشكلة ده الهولناسية الرائد